موسيقى السلام عليكم و عدنا معكم الجديد في انطباعات انمي بلاك كولوفر حلقة خمسة وتسعون لذلك خلونا نبدأ نحتذركم على التأخير لأن أسبوع هذا كان عندني سافرة فأنا كنت مسافر فأنا شوي تلخبط الجدول لكن نتصم تأخير خلاله نتصم هذا أهم نقطة في قناة يا شو إن شاء الله الحلقة ستنزلكم يوم السبت نحن قاعد نصور يوم السبت إن شاء الله سننزلكم يوم السبت بالليل يا رب دعنا نبدأ في انطباع أول نقطة وأهم نقطة بغض النظر عن الهجوم اللي صار وهو أشرع وأكد على الكل لخت اللي موجود حاليا طوض الفترة ولكننا نظرنا لخت مش هو لخت الحقيقي اللي كان متزوج تاتيا وخوي تاتيا هذا هو الطفل الصغير اللي اسمه باتوري طبعا الكاتب أعطانا واحد صفر أنا السبع ماضي قاعد أقول لكم هذا لخت ولخت عنده ذا وحين هلو أساسا مخدم ستوعة جلسة فنجس قاعد أقول وليم فنجس زيبا اللي مسيطر على جلسة وليم فنجس هو باتوري وليس لخته زي ما شفنا في هذه الحلقة كانت ذكرات توضيح هذا الشي لأننا حين لخت الحقيقي استيقظ اللي كان في الدنجن أي جسم لخت الحقيقي كان مختوم ولا يزال مورض على قيد الحياة بسبب التعويذ اللي هو سواها القوية جدا يعني قبل أن أذهب للتعويذ وقبل أن أذهب بكل شيء دعنا نرجع للذكريات حق الالذ نتكلم عنها بشكل عام كان اللخت وقتها يتكلمون بشكل عام يعني اللخت كان وقتها يتكلم شخصيا أن طبيعي البشر يخافون مننا لأننا عندنا مانا قوية مرعبة مثل ما نخاف منهم فهذا شيء طبيعي خوف متبادل نظام الطبيعي في الحياة من هذا الكلام مثل الحيوانات تخاف من البشر البشر يخاف من الحيوانات بلا 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 لآخرة من هذا الكلام وممكن بعض يقتل آخر بهذا السبب بس أننا اللخت كان مؤمن في المبدأ أنه ممكن البشر يجي يوم ونتفاهم معاهم ويفهمونه ونفهمهم ونتعايش معاهم هم يسلمون ذا السؤال فجاء كأعصار مانا كبير كده وما رأى علقه فيه وراحوا طائرة بلينقذوا في نفس الوقت دخل شخصية ذانية اللي نعتقد وأنها كانت نجزم أنها هي أمبراطور السحر الأول أنا في حلقة الماضية تكلمت عنها أساسا نفس كلام أمبراطور السحر وهذا حلقة توضحت خاص بما لا يقطع الشكل يقين أنه هو أمبراطور السحر الأول وكان مؤمن بنفس النظرية اللي مؤمن فيها اللخت أنه ممكن البشر يتعايشون يتفاهمون يوما ما فهذا شيء انتهينا منه بس وراء كان عنده سحر النور قوي جدا كلاهما اللخت وامبراطور السحر الأول لماذا ذكر حتى الآن أطلقوا وطلقت نور على العصار المان القوي عشاني هجدونا والاخت هو من تلقى أو مسك تاتيا أخت امبراطور السحر الأول واللي أصبحت فيما بعد خطيبته وزوجته وحبيبته طبعا يتكلم براطور السحر هنا قال الأختي أنت مستخدم عنصر الرياح ماذا فيه؟ أيوة هذين حتى خطين حمر ليش؟ لأن عندنا يونو حاليا مستخدم عنصر الرياح وقاعد يسوي عصير وما إلى ذلك وهي كانت حامل وقت الهجوم طبعا فيه فارق زمني كبير بنشرح النقطة هذه بشكل أكبر أوضحة قدام بس خلوكم معانا خطو خطو لأن الحلقة هي تلحس المخ فيها معلومات وفيها عدد ترتيب الأحداث نعم مرة ثانية فهمنا حاجات كثيرة ما كنا فهمينها قبل مشيت الأحداث كذا وكان بطري أساسا من البداية ترى يعني واضح أنه كاره البشر وحاقد عليهم حقت طبيعي ومو متقبلهم ومو متقبل أن الأخت قاعد يحب بتأتيها وهذا الشغل الثاني هو يحب الأخت بشكل مو طبيعي يحبها الإنسان بشكل طبيعي يعني كله الاحترام والحب بشكل يعني مثل يشوف أنه القائد أو المنتر حقه معنا صح ايه المنتر حقه شيء الوحيد الذي يتقبل أو يتعجب من أمبراطور السحر أنا قال كيف القريموارو حق أمبراطور السحر الأول برضو أربع نفلات نفس اللي عنده لخت كان يعتبر أن لخت عنده سحر النور وأربع نفلات هذا شيء أسطوري نصدق من أمبراطور السحر برضو أربع نفلات وعنده برضو سحر النور فالموضوع كان بالنسبة لها مريب جدا لكن هذا شيء يحب بالنسبة للسحر ممكن الكتاب يكون فيه أكثر من نوع نفس الشكل يعني مستخدم نار أكثر من نوع مستخدم النور أكثر من نوع مستخدم الظلام أكثر من نوع على سبيل المثال لو رجعت في الحلقة شكل كتاب لخت وأربع نفلات مختلف عن شكل كتاب باتري مستخدم نور وأربع نفلات أيضا يعني معنى كان في جسم لخت تقريباً وعادت أحياء في جسم مشابه لجسم لخت ونفس شكل لخت ومختلف عن حق الأخت فمشت الأحداث وكان لسه بتري ما كان متقبل وجود البشر بشكل عام وكان كاره وجود البشر وأحملتهم العيال زوجة الأخت وقلت خلاص وقت الزواج وهنا أهم حاجة يعني حتى فانا كانت تقول كيف شعورك وانت بعد كم شهر راح يكون عندك مولود ووضحوا أنها قربت وبعدين جابوا لك الزفافة والزواج صار بعد كم شهر وكان مرة قريب الولاد انتوا لاحظتم فانا موجود هنا وموجودة هناك فهو رجع وروح فانا هذه في ذيك فانا حكاسنا هذا قاله حتى أن أخت قال عجيب أنه نفس الاسم هذا العجل يوم جاء ليلة الزواج ويوم أنه يعني خلاص بدأ أخيرا أخيرا طبعا فيه ناس كثير ممكن يلمونا حليب سأقول لكم من موجهة ناظرة الشخصية بعد اللي صار يعني أنا كره البشر كل مطبيعي ولاني مؤمن فيهم ولاني مصدق فيهم وذا يوم جيت أخيرا عشان سأحب هذا الشخص وهذا الشخص قال ممكن نتفاهم معاكم ممكن نتواصل معاكم في نقطة معينة يقصد نبروتور السحر الأول يقصد نبروتور السحر الأول خيرا يعني أن لخت مؤمن فيك ومصدق فيك عشان لخت مؤمن مصدق فيك أنا راح أؤمن وأصدق فيك وما أن لخت حالين يعشر بسعادة وعايش في حياة سعيدة مع تتي أنا مستعد أتقبل ذا الشيء وبرضه نبروتور السحر قال بنجيب أدوات اللي صنعناها للبشر ونعطيكم عشان تساعدكم كان يعني كلام كلها وده سلام ومحبة فجأة في ليلة الزفاف يطلع السحر القوي جدا وسحر النور طبعا ويختم كل اللي موجدين بحيثين ما يدرون يستخدمون سحر ولقد انطلعون من المكاون ويبدأ يقتل فيهم واحد تل والآخر بسهام أو أسيوف من نور تخترق أجسادهم وتقتلهم واحدا تل والآخر طبعا هنا باتري حقت حقتهم طبيعي بس كما أروحها باتري وحقت باتري يعني حين في ثاثة الغاز في هذا الموضوع النقطة الأولى طبعا اللي هي كيف انختموا الجانب شكل عام كيف انختموا كيف انهم ما يستخدمون السعر ومن اللي يختمهم ووش التقنية اللي اختمتهم هالي التقنية طلعتهم من فوق مثلا ممكن لان حتى هم حاولوا يهربون ما قدروا يهربون يعني ومو بس ختم على عدم استخدام الماء بل ختم في المكان لانه ما قدروا طلعهم من المكان اللي هو فيه وجلد وطعن وتقتيل فيهم بشكل طبيعي هذا اللغز الأول الروح للغز الثاني منهم استخدم هذا السحر لانه برضو غريموارو نور يعني السحر نور والاخت عنده نور وامبراطور السحر عنده نور ماذا لو فيه شخصية ثالثة برضو عنده نور ما نادري منه وهذا يفتح لانتساؤل ثاني هل هم من الممكن يكونون اهل تتيا مثلا هم اللي يستخدموا هذا السحر ولا برضي عن بنتهم لانها بنتهم تعتبر من عائلة نبيلة مثلا طبعا لانه لو فكرت فيها كان اقولون دائما ان امبراطور السحر والسحر والفرسان السحر كان دائما للعائلة النبيلة وقد لمح ريه او فتو من قبل الغلطان انتوا انه بلاء بالذات ما رح سامحكم يومنا كان يتكلم مع نويلو عائلة سلفا كأنه حاقد على عائلة سلفا وحاقد على نويلو بشكل مطبيعي فلربما انهم اساسا يعني يعتقدون ان اللي ختمهم اللي هجم عليهم هو عائلة امبراطور السحر الاول انهم زعلالين او رافضين زواج بنتهم من واحد من الجن اللي اعتبر مخلوق يعني كرهينهم وحبينا زي ما قالوا بحبينا يعني كاننا متزوجهم من حيوان يعني كانت تفكيرهم المريضة تفكيرهم نعم وحيننا رح لنقل النقطة الثالثة وهي الاهم في هذا الموضوع انه بعد ما موتوا كلهم تقريبا جابوا لخت طبعا ما سكت زوجتها ميتة قداما لكن استخدام مشرط ميتة مصابة 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 يعني جاتها الطلقة محالة محالة السؤال هنا سؤالين تقريبا عن اللخت السؤال الاول هل اللخت ما كان مخصوم مع البقية يعني كان يقدر يستخدم السحر ام قدر يستخدم السحر بسبب انها خلاص انتهت التعويذة وهذا الشيء طرح تساؤل برضو مخيف جدا ماذا لو اننا اللخت نفسه هو اللي مستخدم التعويذة والخاتر رحب الضال يعني هم جابوا واضحوا طبعا انه كانوا مصاب ولا لا واقفوا بما سكها بس هلو مصاب ما كان مصاب هلو مستخدم هذا الشيء هلو ممكن يعني ممكن حجات نظرية في بالي تهوها طلعت ممكن ان اللخت لان خايف من شاء الله تصير ممكن من البشر مستقبلا فسووا هذا الشيء عشان يخلي الجن يقومون بكل قوتهم هذا الشيء إحتمال وارد Thanks very much ملحوس وبخيف جدا لو صار ولكن وارد انا ما اتملأ ان الاخت يكون السري للدرجة بالعكس حسيت انها طيب بس حاف من الشخصيات الذين سأكون ق lentل هذة Пос!.. ولا على فكرة هاذا طاعت الفكرة كده ужас طاعت الفكرة هذه انه ممكن اللخت SIMW سوي كل هذه هلما وقعض يقص على الجن انا انا شخصيا لا انا متقبل الامبراطور السهر الاول هو اللي سوى التقنية بالضبط فعندنا اثنين مستخدمين نور اقوية جدا وكيف ماذا الامبراطور السهر بيعرفش يسوي التقنية تختم الجن ؟ شنون يعني يعني هو اساسا اذا سوى هذا الشيء نفرضنا على هذه النظرية بس مرضو يبقى السؤال مطروح يعني اشتغل جنون اللي يسوي التقنية ويهجم حتى على زوجته بشي كحين اذا كنت انت خايف من البشر بشكل طبيعي فلما يعرفوا البشر ان الارض كلهم محوا ما رح يقضون رح يطمنون يرقيتوا يامن وخلاص بعد ما يستيقظ اوهو ويهجم حقينو يقولهم البشر هم اللي قتلوه تعالوا خالنقضي عليهم فيروحوا ويمحي البشر يروح ويمحهم البشر خصوصا خصوصا ان الوحيد اللي يرجع من بين اللي موجودين كله هو باتري وهو عارف ان باتري حاقد على البشر بشكل مطبيعي يعني هل هي مصادفة ان باتري يرجع في جسم الاخت؟ ان مقصودة اساسي شوف يا الاخت انا قبل ان ادخل انطباع effects يعني رجعت الآن بعد الحقاق هذه اللي انكشفتها الوضع مريب مريب صراحة كاتب لك لفر يعني يحبك هذا الشراط كلها والله خسطوري صراحة وأهني عليها والله للأمان بعدها بعد ما ماتوا كلهم ونفت تقنية جابوا لنا باتري اللي هو ما هو أسوأ واحد هو اللي تم انقاذه وتعرف عد حاقت وعنده إيمان تصديق بحاجات بالقدر وزي كده وكده وشاف قدامها رواحهم هذا يروح رأيه هذا يروح ذا هذا كله أرواحهم بس ناكل الواحدة من أرواحهم تبحث عن جسد علام عشان تعود فيه بس أننا الوحيد اللي قدر تعود فبدأ يطبق نفس طبعا العلامات اللي على وجه باتري اللي ظهرت ما كانت موجودة على وجه اللخت في السابق هذه العلامات أكدنا حين أنها هي أثر التقنية المحرمة اللي استخدمها اللخت عدد أنك كل مرة ترجع روح في جسد بشري رح تطلع لك هذه العلامات على وجه الشخص البشري بالضبط هذا اللي صار معهم قام هنا خلاص شاف روح أن الإنسان اللي سمونا المقدر المقدر وأنه لازم أن نقذهم كلهم وبدأ يسعى في هذا الموضوع أتوقع أن هذا الشيء أخذ مننا وقت طويل جدا على ما بدأ يتعلم بالنسبة للتايم لاين المفروض أن المبراطور السحر الأول موجود من قبل كم ألاف السنين يعني الكل يتكلم مم ألاف خلق نقول على أقل أقل تقدير مئة سنة أو 200 سنة على الأقل لأنه قال لنا يوليس ومبراطور السحر رقم 87 مدريكين 88 في الثمانينات يعني تقولون أنت على الأقل قدامها 80 مبراطور السحر ونقول كل واحد منهم عاش 60 سنة ما هي بقال أكثر من 60 سنة بس قلنا قلنا حكا بخمس سنوات عشر سنوات معنين طاح وجل بعد حتى أقل 200-300 سنة يا جماعة الخير فهذه نقطة مهمة أنه أتوقع باتري ما كان في نفس الجسد البشري كان يتنقل من جسد بشري إلى جسد بشري من جسد بشري من جسد بشري من جسد بشري ويستخدم التعويض هذه نفسها لأنه ليس منطقي أنه تم موجود عايشة الفترة الزمنية قصيرة جدا طبعا نرجع للنظرية التي تكلمنا عنها لسلفة يون أنه يمتلك سحر الرياح وأنها أمه وأنها أمه تاتية كانت تستخدم سحر الرياح وأنه هو الجنين الذي كان في بطنها وأنه فعلا أنقذ وهو الدوع الدليل ما يركب ما يركب الوقت الزراجي يأتي بطريقة واحدة فقط ألا وهي أنه يكون طبعا بما أنه موجود بطن أمه فهو له روح خلاص أجل أنه باتري نفسه أو أحد من الذين كان معها رأيها لكنها توقع باتري هو الذي يستطيع أخذ جسد الاخت زرعها في جسم طفل صغير وأنه بدأ جهز كل شيء وأنه يعمل على تحياهم للأرض وأنه أخذ هذا الذي هو ولد الاخت وضعه في جسد يونو الطفل الصغير الروح نتكلم من يومنا صغير لأنه جسد يونو مشابه جسد مشابه وطفل صغير ويستخدم تقنية الرياح مثل أمه فهنا هنا تركب هنا تكون منطقيا يونو حاليا يكون هو ولد لخت وتتيع الولد اللي الممرض أنه يربط بين العالمين الولد اللي الممرض أنه معجزة ليملك جزء من البشر وجزء من الألف والبشر من عائلة نبيلة بعد فهم كان يتكلم عنه قروي 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 بينما طاقة الرياح اللي عندنا اختارتها عندها غريمور أربعة وصحر الرياح وروح الرياح لقد جاءت عندها تشير لك على أن هم قالوا دائما يتكلم عنه محبوب من المالة المالة تحبه المالة مدري إيش فهذا شيء يميز الألف بشكل ذاتهم والعوائل اللي بي له يعني العوائل اللي بي له بشكل مخصص والألف بشكل أساسي هذا التربيح لأنه يولو يعتبر للروح لا أتمنى شخصيا لكن شكل هذا اللي بيصير شكل هذا اللي بيصير شكل هذا اللي بيصير شكل هذا اللي بيصير بس نرأي نرجي للأساس أساسي لا توضح ولا تمين ولا مليون جاء ولكن هناك كلمة قالها لخت أو باتري في جسم لخت قالوا لي أنت لا تستحق للسيف هذا عطني يا برجع الرأي وكأن باتري يعرف منه الذي كان يستخدم وهذا الكتاب إلى الحين طبعا ما شفنا إلى الحين لا في الذكرات ولا هذا أحد استخدم هذا الكتاب نفسه بخمس نفلات نعم خمس نفلات ولا شفنا يستخدم السيف سيف بأحد ذاتع شفنا سيف تحت لخت بس تكلم محمد عن اللقطة أن جسد اللخت الأساسي كان مغرص فيه زي السيف أو جب السيف مجرد تحت السيف أوكي بس ما نستخدم أبر ربع نفلات ماذا يشدخل خمس نفلات هذا أنا لا أدري أنا راسي من اللحس أحس الكاتب على وشك أنه يحبك شيء أسطوري أو يجيب أم العيد لا أنا أحس أنه شيء أسطوري بس أنا أحس أن حلقة أسطوري أنا أحس أن حلقة أسطوري حلقة ورا حلقة تشوف والله الألمي هذا بدأ من حلقة 90 قبل كان كله قاعد يتكتب يبني بس من الحلقة حلوة أيضا بس صراحة من حلقة 90 كده قصة قصة اختلفته قصة أخر قصة أخر قصة أخرى أنه ما قصة أخرى لا أستنى أنه لا يوجد مشكلة إذا كان بالمستوى إذا أعلنه أو إذا لم أعلنه أتخل البنقة صراحة بس صراحة بس صراحة أنا راضي بس أنه لا يوجد مشكلة فتقريبا يعني بعدها جاءوا لنا اللي هو باتري قاعد يحيي البتو وأحياء الرأي وأحياء وقال بعدها أنا ما أقدر أحي أكثر من كده أحتاج إلى أحجار الستة وجاء بالأحجار وبدأ يأخذ أرواح حتى أتباعها وأساسا أنا من البداية زارع فيكم أوشام وحط فيكم تقنيات جاهزة حساس أني أأخذ كلكم عبارة عن تضحية يعني قلب كثير حين أريدي شفنا أريدي يولو قلب من الأنص وطلع على واجهة العلامة نفس حقيقة الختم رأيا اللي أريدي كان بشري حين تحول برضو الوسطعة الأذان والاخت والثالث ممكن للثالثة نستخدمهم؟ والاخت الثالثة ممكن ممكن الثالثة سالي مع الهطقن لا يمكن أن تحضر كلاسهمية فالدس وماذا كان يسمعه تقريبا هذا ما حدث في هذه الحلقة أو أكثر حاجات حدث في هذه الحلقة التساؤلات جاوبنا على بعضها بعضها لسا مطروح للنقاش نشوفه إن شاء الله مو كل كلام الأكيد صح نحن نقول نظريات نحن نفترض أنا نفترض في الحلقة الماضية في بعضها صاب مثل يوم قلت التوقع عن إمبراطور السحر هذا اللي صاب ويوم توقعت اللحن لخت ضرب فيها الحلقة للكاتب فلننتظر وشوف شو اللي بيأكد الكاتب وش اللي بيضرب فيه عرض الحلقة في الحلقات القادمة بس يعني معناته 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 إن باتري لسه ما رجع الجسم الحقيقي فهو لسه مستعدة على جسد فانجس أحتمال نعم إلى الآن باتري في جسد فانجس هل بيستحفظ عليه كامل ولا بيرجع على جسم الحقيقي لا أدري صراحة وانا بتأكد أنه مكان في جسم فانجس من البداية أو صغير عند فانجس كان مكان في باتري اي 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 اكيد مكان فيها أستحول عليك كدام إذا كنت كنت مكبار شو امي تقريبا هم حاجة صارت في هذه الحلقة ننتظر الحلقة القادمة إن شاء الله على أحر من الجمر وإن شاء الله نستطيعها ليفريكشن أيضا إذا لم يشهد اللي في حلقة سووا ماجد ومحمد اشتركوا على قناة ليفريكشن شوفوه وافر انها يقولوا معي سبحانك الله بحمدك اشهد انه لا اله الا انت استغبرك واتوب اليك اشترك بالقناة واللايك والشير ونشوفكم على خير